لو سمعت العبارة دي في البرنامج ده أو قرأتها في أي موقع إلكتروني مصر بتبعت سلاح لإسرائيل في ظروف عادية وطبيعية من غير إبادة جماعية ولا قتل ولا أكتر من 40 ألف شهيد ولا تهجير أكتر من 2 مليون هتشعر بإيه؟ هتشعر أن في حاجة غلط هتشعر أن في حاجة مش طبيعية إحنا ليه بنبعت لهم سلاح؟ ليه بنودي لهم سلاح؟ أول حاجة تعملها هو أنك هتروح تدور على مصدر الخبر هتروح تقرأ إيه الموضوع؟ إيه اللي حصل؟ إزاي بنبعت لإسرائيل سلاح؟ هتلاقي مواقع نشرة صور رادارات وصور تراكينج للمركب اللي بيقولوا عنها وإيه الشحنة عاملة إزاي؟ وبيانات من حكومات أخرى رفضت تستقبل المركب دي وبعدين بيانات من ميناء إسكندرية أن المركب موجودة هتبدأ تبني صورة أن الموضوع فيه جزء من الصحة أنت لسه لسه مش متطمن لسه مش عايز تسدى لكن كل الأدلة اللي بتطلع قدامك بتقول أن مصر بتبعت سلاح لإسرائيل عند اللحظة دي اللي الشواهد كلها بتؤكد الخبر وفقا لمصادر وبيانات حكومات أخرى وصور رادارات والكلام ده كله بيكون رد فعلك واحد من ثلاثة إما أنك بتبرر اللي حصل وبتنفيه تماما ولأ ما حصلش ومش عارف كذا ليه؟ لأن أنت عايز تطبل للنظام فأنت كده خنزير فرد فعل الخنزير أو أن أنت ما عندكش مشكلة مع اللي حصل وأيوة يا جماعة وأصله ده بيزنس وأصله شركات راحة وشركات جاية وإحنا ملناش دعوة فأنت كده خاين أو أن أنت ضغطك بيعلى والدم بيغلي في عروقك وبتبع عايز تكسر الدنيا وتروح تهد أصر الاتحادية على اللي ساكن فيه لو كان ساكن فيه فأنت كده مواطن مصري طبيعي وطني غيور على بلده زعلان إن بلده تتورط في فضيحة أخلاقية وإنسانية وعروبية ودينية وكل حاجة فضيحة بكل المقاييس حضرتك إيس نفسك على الثلاث حاجات اللي أنا قلتهم بالمناسبة فيه النوعين الأولانين موجودين من إمبارح بيتكلموا النوع دي إيه المشكلة ده بيزنس حكومة المصرية مالها دي شركة بتعمل دول خوانة وفيه النوع الأعلى منهم شوية اللي هما الخنزير اللي هما تربيط أحمد شعبان اللي أنا كتبتكلم عنه من إمبارح اللي هما شوية العيال الصبية اللي طلقنهم على السوشيال ميديا اللي هما هيطلع مزيعين منهم النهاردة هيتكلموا في حضيرة الخنزير المعروفة سابقا باسم مدينة الإنتاج الإعلام ده صنف الخنزير ده ما لناش علاقة بيه متتكلمش معاه صنف الخوانة محتاج يراجع نفسه لأنه النظام مش مصره ومش هيكون عيب يا جماعة اللي بيحصل دي خيانة على رؤوس الأشهاد الصنف التالت ده بقى اللي أنا عايز أتكلم معاه اللي هو اللي بنمبارح مش مصدق مصدوم إيه إحنا بنبعد سلاح لإسرائيل إحنا نبعد متفجرات يقتلوا بيها أخواتنا في غزة إيه أنتو يا جماعة معقول لا يا جماعة مش معقول للدرجة دي لا يا جماعة مش عارف اللي حاصل من مبارح من بعد ما حركة المؤطعة نشرت بيانها ومنصة صحيح مصر تكلمت في بوست وبوست آخر والنهاردة من شوية كمان منصة ما تصدقش تكلمت ومواقع إخبارية كلها اشتغلت ومنصة إيكاد عمل التحقق من الموضوع أصبحت القصة معروفة للناس بمصادرها بصورها بكل حاجة اللي عايز يصدقها هيصدقها وهيضايق وهيغضب ويبقى من الصنف اللي أنا بقول عليه مواطن مصري ووطني وغيور في ناس بدأت تنكت قلت لك دي فئة الخنازير وفي ناس تانية بدأت تبرر دول الخوانة والعملاء لكن مبارح كنت بحكي لك أنه عبد الفتاح السيسي لا يفشل أبدا أنه يبهرنا بالجديد في عالم الانحطاط بالجديد في عالم مزابل التاريخ اللي هو مصمم أنه هو يملأ صفحات مزابل التاريخ بصورته واسمه باللي احنا بنشوف تخيل يا مؤمن أنه في سفينة سلاح اللي بيفرغ الشحنة بتاعتها قوات وزباط وجنود من القوات البحرية اللي هي جزء من القوات المسلحة المصرية عشان الأسلحة دي تروح للعدو الاستراتيجي للبلد واللي هو بيقتل إخواتنا في غزة وبيقتل إخواتنا في جنوب لبنان وبيقصف اليمن فالقيادة العليا للقوات المسلحة تعلم بذلك القيادة العامة للقوات المسلحة تعلم بذلك رئاسة أركان القوات المسلحة تعلم بذلك قيارة القوات البحرية تعلم بذلك وبالتالي احنا أمام مشهد هنحكي تفاصيله دلوقتي لكن العنوان العريض هو أن حقبة سيء الذكر أو أن سيء الذكر وأتباعه ومؤيديه وحاشيته ورجالته وصبيانه وغلمانه وأيتامه وكل اللي يتشدد له الحقيقة أنهم غرقانين ما بين صنفين إما أنهم مجموعة من الخنازير بما تحملوا الكلمة من معنى واستلاح وتشبيه وكل حاجة وإما أنهم مجموعة خوانة نقطة اللي حصل مبارح في السفينة خلاص يا جماعة أي حد مؤيد لازال لهذا المسخ اللي اسمه عبدالفتاح السيسي فهو حاجة من اتنين يا إما خنزير يا إما خاين خنزير جلده تخين مش حاسس بالدم اللي هناك ولا بالإبادة الجماعية ولا بيعنيه مصر أصلا وخاين لأنه متواطئ مع الاحتلال موافق إن مصر تبعد سلاح للاحتلال الإسرائيلي في هذا الوقت أثناء الإبادة الجماعية فلما تقرأ على السوشيال ميديا ما تقولوش انت لجنة إلكترونية لا لا خلاص احنا اتفقنا عندنا تصنيفين اتنين هما ملهمش تالت خلاص بداية من أكبر رأس فيهم لأصغر عيل فيهم هما يا إما خنزير يا إما خاونة يا إما الاتنين مع بعض وفي كتير منهم جامع الاتنين مع بعض فده ملخص الحقبة والشرذمة القليل اللي لازاله حوالين عبدالفتاح السيسي لأنه مش منطق مش ممكن مش معقول إنه نتأكد إن مصر بتبعت سلاح لإسرائيل ويبقى فيه حد لسه عنده البجاحة إنه يطلع يبرر يعني إزاي يا جماعة أو نطلع ينكت على الموضوع إنتوا إيه إنتوا أنهو صنف أنهي جنسية وأنهو جنس وأنهو ملة وأنهو اعتقاد وأنهو دي إنتوا إيه يا جماعة إنتوا صنفوكو إيه طلعوكو كده إزاي وصلوكو للمرحلة دي إزاي عملوا فيكو إيه يا جماعة سواء أنت مؤيد للسيسي إنت وصلت للمرحلة دي من الخنزرة إزاي من الخيانة إزاي يعني كان بيدوك حقا مثلا كانوا بيعملوا لك غسيل مخ كانوا مربيينك في إسرائيل ما هو أصل لا يصل مصري لهذه المرحلة إلا لو اللي مربيه من يمين نتنياهو اللي مربيه أرييل شارون اللي مربيه شيمون بريز عارف أنت يعني صعب قوي صعب قوي رابين بن جوريون كل الرجالة بتوعهم دول ما يطلعش واحد مصري مصري مواطم مصري يوصل للمرحلة دي ويبقى عنده استعداد أنه يقبل أو يتقبل أو يبرر عشان خاطر السلطة أنه فيه سفينة سلاح وصلت منها إسكندرية والسلاح ده يروح إسرائيل إلا لو كان تربية إسرائيل مستحيل يكون ده متربي على قيم مصرية أو متربي على قيم وطنية مستحيل مستحيل فلو أحمد شعبان اللي مربي العيال دي فأحمد شعبان ده موظف عند إسرائيل لو عبد الفتاح السيسي فعبد الفتاح السيسي متربي عند إسرائيل مستحيل يا جماعة اللي حصل إنبارح ده خلاص يعني نقطة فارقة إحنا بقى لنا سنة بنتكلم في معبر رفح في العرجاني في إغلاق المعبر في المساعدات في الأوراق الدبلوماسية في محور فلاديلفي لا إحنا بنتكلم في لفل أعلى أنت بتبعد سلاح لإسرائيل خلاص نقطة ده مستوى أعلى كل اللي فات ده ممكن يبقى فيه مساحة من الهات وخد من الأخذ والرد إنما عند اللي حصل مبارح لا لا أنا أسف خلاص يا جماعة هؤلاء ليسوا لجاناً إلكتروني هؤلاء ليسوا مذعين مصريين هؤلاء ليسوا أذروا إعلامية مصري لا يا جماعة ممكن يكون معه بصفور مصري الجماعة دول تربية إسرائيل بس الجماعة دول بيادينوا بالولاء لإسرائيل الجماعة دول مفهومهم عن الوطن هو الحفاظ على عبد الفتاح السيسي خدام إسرائيل يعني إحنا ما بحبش دايماً المزايدة بتاعت مين عاصق الوطنية لا ده مش أنا مش بنزع عنهم الوطنين هم مصريين ومواطنين مصريين ومعهم بصفور وكل حاجة لكن الجماعة دي نتاج تربية إسرائيل بس فمبروك على بن يمين نتنياه عنده مدينة إنتاج إعلامي كاملة في بلد بحجم مصر وعنده جهاز مخابرات عامة فيه زابط ندور الإعلام بتربية إسرائيل وعنده لجان إلكترونية المفترض أن هم مصريين لكن هم نتاج تربية إسرائيل فنتنياهو المفروض النهاردة يعمل احتفال عنده ناس في مصر بتبرر أن مصر تبعد سفينة سلاح لإسرائيل فدي كانت مؤدمة لازم أن نبدأ بها الحقيقة وتعالوا نشوف إيه اللي حصل في فضيحة كافرين هذه السفينة التي وصلت إلى ميناء الإسكندري نتكلم على حركة مقاطعة إسرائيل بي دي أس ومنصة إيكاد ومنصة صحيح مصر طيب اللي حصل أنه في سفينة ألمانية اسمها كافرين هي رفع العالم الألماني كانت رفع العالم البرتغالي قبل كده غيرته مملوكة لشركة اسمها لوبيكا مارين جيرماني جي ام بي اتش تديرها شركة اسمها أوشان سيفن بروجيكت حمولتها شحنة عسكرية في طريقها إلى إسرائيل عشان تدعمها في حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني السفينة دي يا جماعة عندها 8 حويات من المتفجرات اللي هي هي هيكسجن ردي اكس والتي انتي ستين حاوية من التين انتي بحسب تقرير للسلطات الناميبية التي رفضت استقبالها اللي عايز يسأل على المصدر روح يقرأ بيان السلطات الناميبية قبل ما تتحول لواحد من اتنين إما خمزير وإما خائن مصار السفينة السفينة دي خرجت من فيتنام في ميناء هاي فونج يوم 22 يوليو 2024 ابحرت منين عن طريق رأس الرجاء الصالح عشان تبعد عن هجمات الحوثي في البحر الأحمر كان المقرر انها ترسو في ميناء والفسباي النميبي يوم 25 أغسطس لكن قبل يوم واحد من وصولها سلطات نميبيا ألغت التصريح لانها علمت ان هذه السفينة تحمل شحنات عسكرية ومتفجرات لإسرائيل اضطرت السفينة انها تكمل مصارها في يوم 29 أغسطس موقع بورتغال بريزدينت قال ان السفينة أبحرت تحت علم جزر مديرة البرتغالية وده أثار غضب المعارضة البرتغالية ودفع المعارضة انها تضغط على الحكومة لسحب العلم من على السفينة وبالفعل وزير خرجية البرتغالي اتكلم وقال الكلام ده ونزلت السفينة العلم البرتغالي ورفعت مكانه العلم الألماني استمرت رحلة هذه السفينة للبحث عن مكان تتزود منه بالوقود وتكمل رحلتها إلى إسرائيل كانت المحطة اللي بعد كده مجموعة من الدول حركة المقاطعة بي دي اس نشرت ان الدول دي وفقا لخطابات خبطها بيها الحركة وايضا المقررة الأممية فرانشيسكا البانيز وجهوا نداءات لكل الدول ما تستقبلوش السفينة دي لأن عليها شحنة سلاح رايحة الإسرائيل طيب ايه الدول دي؟ عندك مثلا سلوفينيا السفينة دي كانت رايحة ميناء كوبر في سلوفينيا عشان تفرق حمولتها تمهيدا لنقلها عبر سفينة أخرى للأراضي المحتلة سلوفينيا كمان رفضت استقبلها في 3 أكتوبر اللي فات كانت في طريقها لكرواتيا حركة المقاطعة دعت أنصرها للتحرك أرسلوا رسالة لوزير خارجية كرواتيا جوردون جريليت شرادمان لمنع رسو السفينة هناك استجابت الحكومة الكرواتية الشقيقة لحملات الضغط ومنعت السفينة من التوقف في موانئها بعدين بنوصل لدولتين كمان مالطا والبرتغال يوم 7 أكتوبر اللي فات نشر موقع مالطا تودي خبر أن وزارة النقل في مالطا رفضت جميع طلبات الخدمة المقدمة من السفينة والتي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل موقع مالطا تودي ذكر أن مالطا رفضت تزويد السفينة بالطعام والماء خلال رسواء خارج المياه الإقليمية لا جايبين لكوا أكل ولا ميا ولا وقود مين اللي بيعمل ده؟ مالطا عارف أنت المسأل المصري أنت بتدن في مالطا؟ أهي مالطا كانت بتدن وإنت ما بتدنش ولا حاجة أنت بتفتح ميناء إسكندرية وبتأخذ السفينة بنعيش حقبة بقولك غريبة الشكل طيب نكمل يوم 17 أكتوبر حاولت السفينة أنها تتعامل معها أو تكمل بالعالم البرتغالي السلطات البرتغالية استجابت لحملات الضغط اضطرت السفينة كاثرين للتخلي رسميا عن العالم البرتغالي والإبحار تحت العالم الألماني فكده عندك إيه؟ عندك كرواتيا عندك سلوفينيا عندك ناميبيا عندك البرتغال عندك مالطا خمس دول أشرف من هذا النظام الخسيس المجرم المنحط برئاسة سيئ الذكر جار السوق عبد الفتاح سعيد خليل السيسي دولة البرتغال الشقيقة دولة سلوفينيا الشقيقة دولة كرواتيا الشقيقة ودولة مالطا الشقيقة ودولة ناميبيا الشقيقة بيرفضوا هذه السفينة ليه؟ لأن عليها أسلحة رايحة لإسرائيل إسرائيل بتعمل إيه؟ مش بتبيع سبح في غزة إسرائيل بتقصف قطاع غزة فالخمس دول الشقيقة رفضوا بس النظام الإسرائيلي المنحط برئاسة سيئ الذكر استقبل السفينة في ميناء إسكندرية عادي جدا ما فيش أي مشكلة طيب وصلت السفينة دي إلى ميناء الإسكندرية إمتى؟ يوم 28 أكتوبر من 3 أيام استقبلتها أو رخصت لها أو خلصت لها الورق شركة اسمها إمكو للملاحة هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شوية لأن ليها يعني شوية أو عنها شوية معلومات لطيفة جدا الحقيقة خلصوا لهم ترخيص دخول السفينة كويس؟ والشركة بتاعت إمكو دي عشان بس حدثتك تبقى عارف اللي عاملها واحد من أبناء القوات المسلحة المصرية رائد بحري أو المقدم بحري فاروق عبد الله واللي كان قبل كده رائد بحري في هيئة قناة السويس واللي بنته دلوقتي السيدة رندا عبد الله هي اللي بتتولى رئاسة شركة إمكو اللي دخلت السفينة اللي عليها سلاح رايح لإسرائيل في ميناء إسكندرية رندا عبد الله هي عدو مجلس إدارة غرفة ملاحة إسكندرية وهنجلها كمان شوية السفينة حصلت على إذن السلطات البحرية للدخول يوم 29 أكتوبر دخلت هذه السفينة تاني تاني هقول وهأكد اللي رفضتها سيلوفينيا وكرواتيا ومالطا ونميبيا والبرتغال خمس دول رفضوها لكن نظام غارق ما بين الخنزرة والخيانة استقبل السفينة دي في الرصيف رقم 22 في ميناء الإسكندرية في مصر يا سلام قلب كبير عبد الفتاح السيسي حنين قوي تربية إسرائيل تربية إسرائيل هو والظابط اللي راح استقبل السفينة والزباط اللي نزلوا الحمولة والجنود اللي اشتغلوا والإعلام اللي بيطبل واللجان اللي بتبرر تربية إسرائيل غرقانين ما بين الخنزير والخاين نكمل طيب وصلت رصيف 22 واللي بيخضع لإدارة القوات البحرية المصرية في نفس الليلة 29 أكتوبر بدأت أعمال إفراغ الشحنة بواسطة معدات ثقيلة وكاسحات حربية يبقى احنا هنا وصلت السفينة الحمد لله تخيل معايا كده الاتصالات اللي حصلت الاتصالات اللي حصلت الشركة كلمت الجماعة بتوع إمكو رندا عبدالله رندا عبدالله مرتبطة ارتباطات وثيقة بالنظام المصري شركتها بتعمل شغل جامد جدا مع النظام المصري اتكلمت مع الناس يا جماعة السفينة اترفضت في ناميبيا اترفضت في كرواتيا اترفضت في سيلوفينيا اترفضت في ملطة البرتغال اكبروها تنزل العلم وبعدين اسرائيل عايز اسلاح الله اتلوا 42 الف بس عايزين يقفلوهم مية ما ينفعش الكلام ده فهنا القائد الاعلى للقوات المسلحة الرئيس المصري سيء الذكر جاري السوعة فتح سعيد خليل السيسي يعني قال لك لا ما هو برضو ما تهنش على التربية الحرام اللي اترباها في اسرائيل او على ايد الاسرائيليين فقال لك لا لازم الحقيقة ان هو يصون التربية الاسرائيلي اللي ربها فهنا اكيد صدرت الاوامر بانوها جماعة ميناء الاسكندرية كبير رصيف رقم 22 بتاع قوات البحرية يستقبل هذه السفينة واول ما السفينة تدخل تسحب لكل المدنيين اللي في المكان ويبعدوا خالص عشان بقى قوات البحرية تقوم بشغلها بقى تنزل بقى الموضوع كسحات حربية ونفرغ الحمولة عشان نشوف سفينة تانية هتاخدها لميناء اسدود ولا هنعمل ايه بالزبط اللي خد القرار ده كان بيفكر في ايه الزابط اللي خد القرار ده طيب خلينا اقول لك حاجة تانية عبدالفتاح السيسي هو اللي خد القرار ماشي مثلا او مدير المخابرات العامة او وزير الدفاع او رئيس الاركان الامر اللي جي لزباط الجيش من القوات الحربية اللي موجودين انتو ايه يا جماعة انتو ايه انتو ايه يعني انت تقلك احنا رايحين فيه سفينة دخلة هنفضل حمولة بتاعتها اللي هي اسلاح وانت عرفت ان السفينة دي راحة اسرائيل بجد والله رحلة في عقل الزباط والجنود اللي كانوا بيفرغوا الاسلحة اللي هم متأكدين ان هم هيكونوا سبب ان الاسلحة دي توصل لاسرائيل عشان يقتلوا بيها الفلسطينيين معلش والله انتو حاسين بايه يعني بتشعروا بايه انتو لما روحتوا يوم تسعة وعشرين عرفتوا تناموا لما روحت شفت مثلا مراتك وعيالك عرفت عادي تضحك في وشهم عرفت تاكل يعني احساسك ان انت بقديك بقديك وانت على ارض مصرية وانت مواطن مصري بل الاكتر من كده والاسوأ انك زابط في القوات المسلحة المصرية فانت بقديك بتودي سلاح لاسرائيل انت متأكد ان هم هيقتلوا بيها الفلسطينيين انتو جنسوكو ايه يا جماعة هقول تاني اللي قلتو في المقدمة انا اسف ان انا بكرروا انتو ربوكو على ايه كانوا بيعلفوكو ايه في القوات البحرية يعني الاكل ده كان فيه حاجة كان فيه ادوية مثلا ان انتو طلعوا خوانة لاسرائيل كان فيه ايه الاكل كان فيه ايه الشرب المحاضرات اللي كنتو بتاخدوها كانوا بيعلموكو ايه بيعلموكو ان الفلسطيني هو العدو ان انت مهمتك تودي سلاح لاسرائيل عشان يقتل الفلسطينيين ايه ده ايه يا جماعة اللي مصر بقت فيه ده مش معقول انتو عشر احداشر سنة عملتوا ايه في الجيش عملتوا ايه في الناس عملتوا ايه في الاعلام عملتوا ايه في البلد زابط في القوات المسلحة بيقديه بينزل سلاح ومتفجرات هو عارف انه يودها لاسرائيل تيتلبيها الفلسطينيين يعني انا والله كمواطن مصري انا بتبرق من ده والشعب مصري لازم يتبرق من ده لكن مش كفاية ان احنا نتبرق منه او نبقى زعلنين الناس دي لازم تتحاكم يوما ما الناس دول كل واحد تجرأ انه يشارك في مهزلة وخيانة الاسلحة اللي عسى فينا دي ده لازم يتحاكم يعني احنا لازم ندور على اسماء الناس اللي اشتغلوا يوم 29 اكتوبر في تنزيل الشحنة دي لازم نعرف مين في القوات البحرية مين في رصيف 22 خد الامر من مين في مصر في القاهرة مين الزابط مين الردبة اللي اداره الامر انه يستقبل السفينة دي والزابط اللي في القاهرة دا يقول لنا مين اللي اداره الامر فوق لحد ما نوصل لسيء الذكر دي جريمة خيانة عزمة ده مش مشاركة في ابادة جماعية بس لا 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 خالص ده بلد عربي مشارك مشاركة مع سبق الاسرار والترصد في هذه الابادة الجماعية يعني فرانشيسكا البنيز حذرت اصلا ان اي دولة تستقبل السفينة دي لانها عارفة ان عليها شحنات سلاح هتروح اسرائيل تشارك في ابادة جماعية ان الدولة دي تحاكم يعني دي دعوة لمحاكمة النظام المصري بانه مشارك في الابادة الجماعية مع سبق الاسرار والترصد الجماعة دول لازم يتحكموا الجماعة دول لازم يتفتحوا اسم اسم يعني انا لو عندي الموارد البشرية ان انا اعمل تحيي استقصائي على الارض واعرف من خلاله الامر طلع من مين ووصل ازاي وسلسلة تناقل الامر ده ومين اللي اشتغل في الرصيف ومين اللي نزل السلاح والله لان اتأخر عن شيء زي ده لكن مستحيل مستحيل لانك بتتعامل مع منظومة يعني امنية من الطراز الاول فالقصة وصلت للمرحلة دي ان احنا بنفرغ السلاح اللي هيروح لاسرائيل طيب مين الوسيط مين شركة امكو نطلع صورة السيدة رندا عبدالله عشان الناس تتعرف على هذا الوجه المشرق المضيء اللي هو عمل الترخيص للسفينة اللي محملة السلاح دي رندا عبدالله يا جماعة صورتها قدام حضراتكو مين ابوها فاروق عبدالله اللي هو كان مقدم او رائد فيه القوات البحرية المصرية واللي صورته هتطلع قدام حضراتكو على الشاشة ده هو السيد فاروق عبدالله طيب شركة امكو نعرف عنها ايه تعالوا مع بعض نشوف شركة امكو والتفاصيل بتاعتها امكو لوجيستيكس للملاحة البحرية شركة كبيرة جدا جدا وكالة متكملة بتغطي كافة الموانئ المصرية الكبرى لديها مكاتب فيه الاسكندرية برسعيد السويس مقرار رئيسي في شارع مصطفى كامل في سموحة رئيس مجلس ادارتها رندا فاروق احمد عبدالله الشركة تأسست سنة 1979 تحت اسم شركة البحر الابيض المتوسط للملاحة سنة 1992 تم تحويل الاسم الى امكو وبتعمل اعمال الشحن والتخليص الجمركي خدمات توصيل لجميع الشحنات بتمثل الشركة مصالح لعديد من الاطراف الدولية وتهتم بانواع مختلفة من السفن والبواخر سنويا عبر 11 مينة ومحطة بالاضافة الى قناة السويس طبعا شركة امكو بتقدم خدمات كتيرة جدا لسفن الحويات سفن اخرى زي نقلات النفط البضائع سفن السياحية بتعمل خدمات لوجستيكس تغيير الطاقم قطع الغيار وبعض الامور الاخرى في قناة السويس تحديدا الشركة دي لها مجموعة من المهام الخاصة في قناة السويس بيعمل موظفوها في بورسعيد والسويس في مجال عبور السفن منذ اكثر من ثلاثين عاما بيراقبون حركة المرور بالقناة على مدار 24 ساعة ابقاء مديريها على الطلاع دائم بالاحداث العامة هناك تقديم تقادير عن الوضع اليومي كمان بيتتبعوا السفن في المرسى بالميناء واثناء العبور وبيعملوا تقديم ارشادات للسفن التي تعبر قناة السويس السيدة رندا عبدالله لانها نسمع اسمها كتير اوي الايام الجاية هي ابنة المؤسس فاروق عبدالله تولت رئاسة مجلس ادارة الشركة عام 2015 تشغل منصب عضو مجلس ادارة غرفة ملاحة الاسكندرية تحت قيادة رئيس مجلس الادارة محمد مصلحي ومحمد مصلحي اللي هي شغالة معادة هو احد اهم واقرب المقربين من وزير النقل والمواصلات كامل الوزير يوم 5 اغسطس 2024 كامل الوزير التقى برندا فاروق ضمن وفد غرفة ملاحة الاسكندرية داخل مكتبه في مدينة العالمين الجديدة يعني رندا فاروق لها علاقة مباشرة بالفريق الوزير كامل الوزير وزير النقل وزير المواصلات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التحبيش الأخر احفظوا التاريخ واحفظوا الأسماء ليه؟ لأنه دلوقتي عندنا درس تاريخ عندنا درس تاريخ بيقولك أنه مصر مش ملزمة أنها هتعمل ده ومصر مش محتاجة تعمل ده ومصر مش المفروض أنها تعمل ده مصر لو هتبعت سلاح لحد فهي بتبعته للفلسطينيين مش لإسرائيل مصر لها أدوار أكبر من كتا درس التاريخ اللي هنحكيه دلوقتي عن حكاية مصر بين سفينتين بين كاثرين وكارين حكاية مصر بين عبد الفتاح السيسي ولم أكن أتخيل أن أقولها وحسني مبارك لكن الحقيقة لازم يتقال لأن القصة دي حصلت في عهد حسني مبارك مصر ما بين السفينة ام في كاثرين اللي موجودة في ميناء اسكندرية وعليها شحنة سلاح رايحة الإسرائيل وما بين السفينة كارين اي اللي كانت هتوصل قناة السويس وهتستقر في العريش عشان السلاح اللي فيها يوصل فلسطين ده الفرق ما بين مصر في 2001 2002 وما بين مصر 2024 ده الفرق لما مصر كان فيها ناس فهمة يعنيه الأمن القومي وفهمة يعنيه فلسطين وأهميتها وما بين ناس تربية اسرائيل حكاية العملية التي أطلقوا عليها السفينة نوح في نهايات 2001 وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية بعد تدنيس شارون للمسجد الأقصى كانت العمليات بتتصاعد ما بين الفلسطينيين وما بين الاحتلال الإسرائيلي في الضفة وفي القدس المحتلة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بدأ يفكر ممكن نبدأ نطلع الصور على الشاشة بدأ يفكر بدأ يفكر في انه يعمل ينقل الصراع الى قطاع غزة والقصة يعني مهمة قوي عشان نعرف دور مصر كان ايه كانت الفكرة باختصار انه لازم غزة والفصائل يوصلها سلاح اسرائيل ضغط على القيادة الفلسطينية والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الضفة فلازم نفتح جبهة صراع في قطاع غزة دي كانت فكرة ياسر عرفات وكان مهندس هذه العملية هو فؤاد الشبكي مستشار ياسر عرفات واحفظه الاسم ده جيدا اللي حصل في الايام الاخيرة او في الاشهر الاخيرة من 2001 كان انه ياسر عرفات بدأ يتواصل مع الايرانيين ومع اللبنانيين تحديدا حزب الله اللبناني وكان الكلام عن صفقة سلاح لازم توصل لقطاع غزة عن طريق ايران وكانت الرحلة ملخصها انه هتبدأ سفينة تطلع من جزيرة كيش في ايران تتحرك في الخليج العربي توصل للبحر الاحمر تعدي من ميناء الحديدة وتشق طريقها الى المحطة الاهم والاخيرة قبل ايصال الاسلحة الى غزة وهي عبر قناة السويس الى العريش عشان تتفرغ شحنة السلاح هناك في مصر ومن خلال مصر توصل الاراضي الفلسطيني ده ملخص الحكاية لكن التفاصيل كانت كتيرة جدا فعلا في نهايات 2001 اسرائيل استطاعت انها تلقي القبض على قارب صيد كان فيه شحنة سلاح رايحة للاراضي الفلسطينية بدأت اسرائيل تحس ان البحر خطر ان فيه مشكلة تبقى موجودة هناك فبدأت تطلب من الادارة الامريكية تساعدها انها تتجسس وتتصنط على كل المكالمات الهاتفية والنسلكية اللي ما بين لبنان وايران وفلسطين لحد ما لقطوا مكالمة من طرف في لبنان بيكلم طرف في الضفة بيقولوا المركب جهزة والحمولة كمان جهزة هنا اسرائيل رفعت حالة الطوارئ اتصلت بالادارة الامريكية وقالت لها انها شكة ان ياسر عرفاط والفلسطينيين بيحاولوا يجيبوا سلاح عن طريق البحر وبالفعل في الاشهر الاخيرة من 2001 بدأت العملية اللي اطلق عليها عملية السفينة نوح سفينة كبيرة اسمها كارين اي والاسم متشابه جدا مع كاثرين اللي موجودة في ميناء الاسكندرية دلوقتي طلعت السفينة من جزيرة كيش في ايران تحركت في الخليج العربي اسرائيل والولايات المتحدة ما قدروش القطوها في الرادار لانها كانت بتغير من اسمها وبتخفي الاحداثيات بتاعتها اكثر من مرة ما كانوش عارفين ايه اللي حصل والسفينة دي موجودة ولا مش موجودة لحد ما ظهرت في ميناء الحديدة هنا اسرائيل والولايات المتحدة بدأوا يتحركوا اتخذوا القرار وقتها كان رئيس اركان الجيش الاسرائيلي كان شقول مفاس بيحكي شقول مفاس بعد كده انه في الوقت ده احنا تعاملنا مع هذه السفينة انها مسألة حياة وموت مش هنسيبها تعدي ومش هتوصل للاراضي الفلسطينية لانها لو وصلت هتقلب معدلة الصراع تماما ايه اللي حصل بعد كده طلع الطيران الاسرائيلي المروحيات الاسرائيلية والبحرية الاسرائيلية بالقرب من مدينة الات وتحركوا او ميناء الات وتحركوا في البحر الاحمر بعد مرور سفينة كارين ايه في البحر الاحمر رايح مصر رايح قناة السويس رايح العريش عشان مصر اللي توصل السلاح لفلسطين السلطات الاسرائيلية وقوات الاسرائيلية احتجزت السفينة في البحر عملوا انزال على السفينة بدأوا يفتشوا عن السلاح ملقوش الاسلحة هنا اتصل قائد العملية بيش هقول مفاز وقال له احنا مش لقين سلاح قال له انت مش هترجع الا حتفا من شباك الطيارة هنرميك من الطيارة وبعدين بدأوا يضغطوا على الكابتن بتاع السفينة فاعترف لهم انه هم من ضمن الخطة شاريين اماكن او زي عوامات تحت السفينة كارين اي او تحت سفينة نوح وفيها السلاح بالفعل اسرائيل لقت السلاح واقتادت السفينة الى ميناء الات وتحفظت عليها هناك خدت الاسلحة خدوا جزء من السفينة عملوا نصب تسكاري عشان يتكلموا عن بطولات الجيش الاسرائيلي العظيمة في انقاذ الامن القومي للبلاد واطلقوا على هذه العملية عملية السفينة نوح كويس وبعدين قالوا كمان ان السفينة دي سموها مش كارين ايه سموها المغنية مصر في المرحلة دي يا جماعة كانت اهم محطة في خطة السفينة نوح مصر كان المنط بيها انها تستقبل السفينة ويتفرغ شحنتها والشحنة دي توصل للاراضي الفلسطينية تمر السنين وتمر الايام ويحصل ايه يحصل ان مصر تستقبل سفينة جايبة سلاح لاسرائيل فؤاد الشبكي كان هو العمصر الاهم في هذه العملية وكان هو المستشار لياسر عرفات وهو اللي خطت ورتب لهذه العملية لما اسرائيل عرفت بالموضوع ده طلبت انها تعتقلوا ياسر عرفات رفض تماما القصة وقال ان هو يتحفظ عليه مع احمد سعدات في احد مباني السلطة الفلسطينية في الضفة باشراف امريكي وبريطاني بعد اغتيال ياسر عرفات اعتقلت السلطات الاسرائيلية فؤاد الشبكي وحققت معاه تحقيق موسع نشرت عنه يدعوت احرنوت في 2006 ان فؤاد الشبكي اعترف للشباك الاسرائيلي بتفاصيل عملية السفينة نوح وقال لهم ان ياسر عرفات كان هو اللي ورا الموضوع دي صورة فؤاد الشبكي اللي حكم عليه 25 سنة بالسجن في السجون الاسرائيلية وتم الافراج عنه في مارس 2023 لما حد يسألك عن مصر ودورها لما حد يبقى زعلان اوي من موضوع السفينة كاثرين قل له احنا كان لنا دور كبير في السفينة نوح او السفينة كارين لما حد من الخنزير الخونة يطلع يبرر ويقول لك اصله ايه اصل نعمل ايه ابقى بعث له الفيديو ده درس في التاريخ عن مصر كانت بتعمل ايه درس في التاريخ عن مصر تجاه فلسطين كانت بتتعامل ازاي لكن في زمن المسخ في زمن سيء الذكرى عبدالفتاح سعيد خليل السيسي الحقيقة زي ما قلتلكو نحن نعيش الان ما بين خنزير وخائن لكن انا متأكد ان القطاع الاكبر من الشعب المصري هو الصنف التالت اللي انا قلته انه صنف غاضب جدا مما جرى لانه مواطن مصري وطني غيور على بلده وبصلته الاساسية هي فلسطين ترجمة نانسي قنقر